أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مددولي أن الدولة تدعم مبادرات الحماية الاجتماعية من أجل تحسين الحياة لملايين المواطنين ولسيما في ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الأكثر احتياجا جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع وزيرة التضامن الاجتماعي لبين القباج والتي أوضحت أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الضمان الموحد وإنشاء صندوق تكافل وكرامة وأشرت إلى أنه من المخطط إطلاقوا حملة محو أمية مليون مواطن بتنسقي مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة حياة كريمة